طبعا تصريحات بريرة في منتهى الأهمية وحسن من خلالها بعض النقاط الغاية في الأهمية وبالمناسبة هو أكد كمان على أن هم بينقشوا قوانين جديدة خاصة بلجنة التحكيم الجديد بذكر أنه قيمت مؤخرا دورة تأهيلية لمراقبين الحكام ويتم اختيار على إثرها 48 مراقب جديد وتم اختيار 36 حكم بالإضافة إلى 7 حكام دوليين و 52 حكم مساعد في دوري الموسم الجديد اللي عرفنا برضو أنه هناك بعض المشاورات لحل أزمات الحكام المعترضين على التصنيف اللي أعلنه بريرة لفئة الحكام برضو فيه اجتماعات مع مديري الكرة وإداري الأندية المختلفة للتأكيد على الاحترام المتبادل بين لجنة الحكام وبين كافة الأندية وكمان على ضرورة التعاون لخروج الموسم الجديد بصورة جيدة مع تطبيق كافة اللوائح على الجميع كل اللوائح تتطبق بحزفرها على الكل طبعا أنا واحد من الناس بقالي فترة مش فهموا واحنا ليه عندنا هذا كام من الكعبلات في الملف بتاع التحكيم فيه حاجات كتيرة جدا مش منطقية الحقيقة إنها وادوية بتتكلم من شوية بتقوله حضراتكم إن فيه بعض الناس لما يعرفوا إن المتش القمة حيضار بمعرفة طاقم تحكيم مصري واعتبروا ده خبر صادم أو ده الواحد وهم يضحك وهم يباتل عدم الثقة وطبعا مشاكل كتيرة جدا لو إحنا بنتكلم على صعيد التحكيم طبعا الحكام كمان بيواجهوها كريم مع الجماهير المصرية يعني فيه كده تحس نوع من اللي هو أنت داخل حاسس إن الحكم ده متواطئ بشكل كبير لكن في العالم كله على فكرة كتير من المتشاط وفي الدوريات المختلفة بتدار عادي بأبناء البلد بتاعتها مش يازم يلجأوا ليه حكام أجانب أو متواطئ دي أكيد حتتقال على طاقم تحكيم ماتش القمة ده فرشوا بص قبل ما يبدأ إحنا بنقولك ده هيحصل بس على كل حال